على كل مسلم طالما أن الزم المالية مستقلة لكل واحد من الذوجين وحتى الأبناء وحتى الأخوات كل واحد له الزم المالية مستقلة هذا تجب في ماله الذكاه إذا بلغ نصابا المال وحال عليه الحاول ومن ثم هنا الإسلام ده بيحترم هذا احترام لاختصاصيات كل واحد الله سبحانه وتعالى قال قال ولكل جعلنا مولية مما ترك الوالدان والأقربون بعدين قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وسألوا الله من فضله المرأة لها زمة مالية خاصة والرجل له زمة مالية خاصة لا ينبغي أن تتداخل الزمتان إلا إذا كان العيش مشترك إذا كان الحياة بتاعتهم مشترك ماله ومالها أصبح لتنين حاجة واحدة فهنا بيحسب الزكاة على المال كل مرة واحدة لكن المرأة لها زمة مالية مستقلة بها وهنا لا يجب على الزوج أن يخرج الزكاة عنها وكذلك الزوجة لا تخرج الزكاة عن زوجها طالما كل واحد له مالية مستقلة بس هنا بيفتح لنا باب كويس جدا اللي هو الرجل قد يعطي الزكاة لزوجته الزوج ملزم شرعا بالإنفاق على زوجته ملزم ملزم بالإنفاق على زوجته وعلى أولاده تمام؟ طيب الزوجة غير ملزمة بالإنفاق على زوجته غير ملزمة شرعا بالإنفاق تمام تمام؟ ومن ثم هنا أباح الشرح أن الزوجة قد تعطي زكاة مالها لمين؟ لزوجته نحن بنسى بنقول الأقربون أولى بالمعروف فإذا كانت هي ستخرج زكاة وزوجها مريض أو زوجها محتاج أو زوجها مسكين فيجوز أن تخرج الزكاة لزوجه ترجمة نانسي قنقر